موسيقى السلام عليكم خوتي تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بلما ننسوا خوتينا الليف الغربة موضوع اليوم حبينا نتكلموا على التهميش الذي تعرض له محرز رياض محرز النجم الجزائري خاصة من قبل نفس اللاعبين من اللاعبين المجموعة من اللاعبين مان سيتي هذا من اللاعبين الذين يقرروا رياض محرز وقلتها العديد من المرات وقلتها حتى العام اللي فات كانت الناس صلحك كانت الناس السهزئ كانت الناس تقول لي تخرف الحمد لله قلت ونعودها الوقت تعطانا الحق لما تكلمت وقلت بلي كينا مؤامرة غدر رياض محرز كانت الناس صلحك علي لما تكلمت وقلت بلي بيبا غورديولا راو يحابي مش معناه يحابي معناها مش حبي يخسر المجموعة على جر رياض محرز وراه ماشي في الصف المجموعة مدام مجموعة رافضة رياض محرز إذن نمشي بأوامر المجموعة كانت الناس ستحكم كانت الناس ستحكم كانت الناس ستحكم الحمد لله الوقت أعطانا الحق فرندينيو من بين اللاعبين تعماع سيتي ممكن ماهزة وثنت結 волوعين يجي بنضامweder من تمام سيد محرز لدي ن falling loose فراندينيو ليس من اليوم فراندينيو ايه من السابق ليس من اليوم فراندينيو من سابق و هو ضد رياب المحرز يعني قا كلا أمام لعاقل اله و ليس النام اذا فاولنا نتعدون أخرج للثursday ما زخر النبقي أرجع لرشيف تشوف كيف تصرف غير أخلاقي لزميله رياض محرس في مقابلة مان سيتي و مان يونيتد هذا أبرز الدليل قلنا هنا من المفروض غلطة وصرعت الغلطة تكررت تكررت الغلطة هذه في مقابلة أطارنطا في مقابلة أطارنطا نفس الشيء تكرر يعني أصبح فرناندينيو هو المدرب هو اللي يدخل و يخرج اللاعبين يعني لاعبين كامل فرناندينيو ما شفهمش شف إلا رياض محرس اللي قالوا أخرج أخرج وخلي للقارديان القارديان اللي كان لعب و مدافع يلعب كحارس مرمى بعد خروج حارس مان سيتي بطاقة حمراء يعني لاعبين كامل كامل ما شفهمش شف إلا رياض محرس أيضا هذا ما يقودنا أنه رياض محرس اللاعب الوحيد اللي يتقلق و كان لاعب الشهر في سبتمبر شهر سبتمبر أحسن لاعب في شهر سبتمبر أنه ما يلعبش أحسن لاعب لشهر سبتمبر أنه ملعبش مع مان سيتي في بطاقة الدوري الإنجليزية بسمع مليح هذه المعلومة ملعبش في الدوري الإنجليزي مع مان سيتي منذ ستة أكتوبر الله أعلم وارجعوا الأحصائيات تأكدوا منها مليح مليح منذ ستة أو ثمانية أكتوبر ما زادش اللعب ستة أكتوبر ما زادش اللعب مع مان سيتي إلى غاية الآن في الدوري الإنجليزي نحكي مليش نحكي شامبيونز ديه من ستة أكتوبر ملعبش شهر شهر واش شهر وكثر من شهر ملعبش مع مان سيتي في الدوري الإنجليزي كأساسي و من بعدها وهذا اللعب بدا أحسن لاعب لشهر سبتمبر لازم يتحطم ويتكسر أنا أذكر سابقا اجورديولا كان يقولنا لي برنالدو سيلفا منامتون التج 이번 ملوك بميح هذا الملكات ما دوري نحكي منامتون والمتعرف بمتعرف كلما بدأ النارات حوله دائما يلعب ذويب الرياض محرص هذه الرياض محرص يجب الęt días يجب عليها الاذ قام بميحتي واحد الأمضاء height irما يجب ال Energie مان سيتي في شهر سبتمبر لازم يلعب احتياط كره رياض محرز ما هو شو صدفة كره لاعبين مان سيتي لرياض محرز ما هو شو صدفة لو نرجع بالسابق رياض محرز اللاعب الوحيد الذي بهدل إن صح التعبير بالكلمة بالدرجة لتعنا بهدل ولا بهدل لاعبين مان سيتي في مقابلة ليستر سيتي ومان سيتي هدف الشاهير لسجله رياض محرز بهدل لاعبين مان سيتي إذن الكرهية ليست مليون مسابقاً هذا اللاعب الذي مرمد كما نقوله مرمد لاعبين مان سيتي كسر نيف لاعبين مان سيتي إذن هذا اللاعب الذي يبذل لازم تكون مؤامرة مدبرة مؤامرة ضد هذا اللاعب لازم هذا اللاعب ما نعطوش الكورات لازم نحضروه أي طريقة وقاضية المدرب ما كانش أنا بالنسبة لي مدرب المدرب اللي يمشي مع المجموعة يخاف خاف باش ما تكسرش المجموعة يقول لك نخسر لاعب أحسن من نخسر الفريق كامل وهذه القاعدة اللي يمشي بها جبت لكم دليل دليل طاطعي ودليل يحب يتأكيد يتأكد من 6 أكتمر من العام شرياض محرز دورة الإنجليزية دليل آخر برناردو سيلفا العام الذي يحب يتأكد قال لهم برناردو سيلفا لن تقدره في الإحتياط لأن برناردو سيلفا الطبيعي لذلك ليس أطلق ولكن الرياض محرز أفضل لعب لشارة سمتمبر في مان سيتي يلعب إحتياط فرهتم كيف هو الضب الأفضل الكيل في مكيالي الكيل في مكيالي برناردو سيلفا يلعب اساسي تقلق أما رياض محرس يتقلق يلعب في الاحتياط ما أعلمك نظلم فرناندينيو ما ندعوك يا فرناندينيو ندعوك ونقولك ربي يشيب لك ريبات صليبي ندعي له دعوة مشميحة سيدي كسر الله أنا المرض أكمل هذا والله يجب أن تدخل في هذا اللعوة إذن خوتي فرناندينيو معروف بكره لرياض محرس فرناندينيو معروف بكره لرياض محرس وقلت ونعود ما هيشي مليوم ما هيش مليوم سابقا هو ضد رياض محرس وكل لاعبين ما صيتي حشل بعض اثنين أو ثلاث لاعبين يرام جايين شوية وما يريد الكفة لرياض محرس معلومة برك يلعب رياض محرس أساسي الجهة تعمل يباصلوا شباره يلعب يخرج رياض محرس ويدخل برناندو سيلفا أو الله أي لعب تمشي لك الجهة عادية تمشي لك الجهة عادية جهة لقوش تمشي عادية جهة لبروات تمشي عادية نورمال لكن يلعب رياض محرس ولكورة لا تمشي بالبالو لا تمشي لماذا؟ واضحة إذن مقابلة العمر مقابلة ليفربول ومان سيتي بطبيعة الحال نحن كجزائريين نحب بلدنا نحب بولدنا وكعاطفة نتمنى أن رياض محرس يلعب لكن قدر لهم ما لعبش واحتمالية كبيرة قادرة تكون علاج دينام وغورديولا والسيتي معروفين وكراول وتكتولات ومؤامرة تاني شيء مفروغ منها إذا العب رياض محرس في فايدة فايدة ليه؟ إذا ما لعبش أيضا فايدة ليه؟ الفايدة ليه؟ يعرف بالله منبوذ ومكروه لازم يغير الأجواء يجب أن يغير الأجواء ونصر الحق بصحة الواقعة أعطاني الحق ورهم الناس الذين يقولون لهم وغورديولا لم يغلقوا وقاموا رياض محرس وليس يجبونه في الاحتياط فايدة فايدة نحن نركم على الاحتياط نعطيتك السبب وكذلك الناس لا تقنعوا نعطيتك السبب واضح رياض محرس لقاموا رياض محرس لإحتياطي للسيرلينج وصامي كما يخلق منافسه كما يصنع المستوى warto ويصنع المستوى سنة وعند الثاني والدرجة الأولى سرلينج كما يصنع المستوى سرلينج ذكره última القامة لم يصنع معهم مثل في نحتاها كما يصنع عن فريق سرلينج يصنع المستوى إذا كمقحافظ رياض محرس مرعدرا مجرع في نحت سرليل이� هذه ببساطة تامة لو كان جابوا بش يعتمد عليه ولا جابوا بش يبني عليه خطة ولا جابوا بش لمشروع ما كانش لاعب لديه أحسن لاعب لشهر سبتمبر يريه احتياط مقابلة الأخيرة في الدورة الإنجليزية ربحة مالسيتي بشكل أنفس بشكل أنفس هدفين له هدف بصعوبة كان راحة المقابلة لتعادل بسهر رياض محرز لا يدخلش لو لا هدف وركر ما كانش راحة تسجع ما كانش راحة ترجع 3 نقاط لو لا هدف وركر إذن رياض محرز لا يدخل ضمن مخططات بيبا غورديولا إلا فقط لتحفيز سيرلينك أما فرناندينيو الله يجب لك رياض محرز رياض محرز لأن هذا اللعب حقودي حقودي ويغرى رياض محرز من العديد من المرات يعمى اللاعبين الأخرين لا يرى برناندو سيلفا لا يرى قندوقان لا يرى محرز حقرة ورحة لا تتمنى لك أن نعطيك دعوة الله يجيبها لك هذا ما كان إن شاء الله يجيبها لك في رجلك يجبك ضربة التي تعملت وقفش عليها برب إن شاء الله وربي إن شاء الله في الأخير خلوتي مناقاتنا مع مزمين الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته